موسيقى أعزائي المشاهدين سعدتم مساء أهلا ومرحبا بكم ورحبكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي الأسبوعي بوضوح في توقيته الجديد بإذن الله تعالى مساء كل يوم أربعة في هذا التوقيت بإذن الله تعالى حقيقة حديثنا هذه الليلة عن انصح التعبير حصاد القرارات الاقتصادية للعام الماضي 2015 وانعكاس حقيقة وتوقعاتنا على التنمية الاقتصادية في المملكة العربية السعودية وعلى المواطن الكريم بكل تأكيد وطبعا كان باكورة هذه القرارات إلغاء عدد من المجالس الاقتصادية وغيرها واستحداث وإنشاء مجلسين مؤكرين جديدين أحدهم يعني بالشؤون الأمنية والسياسية برأس الصعب السمو الملك الأمير محمد بن نايف ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية والمجلس الأخرى ذي يعني بشؤون التنمية والاقتصاد برأس الصعب السمو الملك الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي ولي العهد والنائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع طبعا هناك كما قلت قرارات كثيرة حقيقة إنشاء هيئة لتوليد الوظائف ومكافحة البطالة وأيضا هيئة أخرى للمنشاة الصغيرة ومتوسطة وبرنامج سيدي خادم الحرمي الشرمين الملك السلمان للتنمية البشرية ورسوم للأراضي وأيضا فتح سوق الجملة والتجزئة للاستثمار الرجل بمئة بمئة حقيقة سلسلة من القرارات الكبيرة العظيمة المتوقعة إن شاء الله تنعكس باللعل الاقتصاد السعودي بالخير الوفير طبعا في حدود الوقت لا يمكن أن نستعرض جميع هذه القرارات لكن كما يقول مثلا ما لا يدرك كله لا يتفجله نحاول التركيز على ما يصعفنا به الوقت أرحب بكم باسم القناة السعودية وباسمكم أرحب بضيفي في الاستوديو سعد الدكتور فهد بن جمع عضو مليس الشورى مرحبا دكتور أهلا وسهلا وأيضا أرحب بضيفي من استودياتنا في جدس على الدكتور طارق كوشك الأكاديمي المعروف عضو هيئة التريس بجامة ملك عبد العزيز والمحلل المالي والاقتصادي مرحبا دكتور أهلا بك فرص سعيدة وأرحب أيضا بضيفتي من استودياتنا في الدمام المهندسة أيلة الشدوي وهي سيدة الأعمال المعروفة مرحبا كيف الحال أخت أيلة مرحبا أهلا بك فرص سعيدة أن تكونوا معنا قبل أن نبدأ نقاشنا في هذا الموضوع هذه الليلة فريق البرنامج أعد تقرير مختصر عن أبرز هذه الانجازات نشاهد تقرير سويا ثم نعود نقاشنا في هذا الموضوع إبقوا معنا ترجمة نانسي قنقر القرارات الاقتصادية والتنموية المتتالية والمتلاحقة التي من بينها على سبيل المثال إطلاق برنامج الملك سلمان لتنمية الموارد البشرية وإلغاء العديد من المجالس وإنشاء مجلسي الشهون السياسية والأمنية والشهون الاقتصادية والتنمية المرتبطين بمجلس الوزراء وإنشاء هيئة للمشاءات الصغيرة والمتوسطة وفرط رسوم على الأراضي البيضاء وتعديل النظام العمل وإصدار نظام الشركات الجديد وإنشاء هيئة لتنمية الموارد البشرية ومكافحة البطالة جميع هذه القرارات وغيرها يتوقع لها أن تنهض بأداء الاقتصاد السعودي والتحسين من بيئة سوق العمل المحلي لما تضمنه من توجهات وخطوات عملية ستسلم بالتعالية في تحقيق تلك المقاصد بوضوح سنتعرف مساء الليلة على أبرز القرارات الاقتصادية التي اتخذت في العام الماضي وكيف لها أن تنعكس إجاباً على الاقتصاد الوطني وعلى التحسين من أداء سوق العمل المحلي أعزائي مشاهدين أرحب بكم مرة أخرى في حلقة الجديد من برنامجكم بوضوح وكما قلت في توقيته الجديد بإذن الله بدءاً من هذا الأسبوع مساء كل يوم أربعة في نفس الوقت حوالي الساعة الثامنة والنصف أيضاً أرحب باتصالاتكم ومهاتفاتكم على البرنامج وقتراحاتكم على رقم البرنامج 8-0-8-8-0-0-8-8-8-8-000 والذي سيظهر من الحين إلى آخر على الشاشة أرحب بكم مرة أخرى دكتور فهد حيثاً قبل أن ندخل في موضوعنا قطع المملكة العربية السعودية لعلاقاتها مع إيران نتيجة طبعاً للتصرفات حيثاً التي تبعد كل البعد عن الدبلومانسية المعهودة والمواثيق العالمية وبالذات فيما يتعلق بحماية المنشآت الدبلوماسية كالسفارة وكذا وفقاً لما صدر في عام 1969 هناك من يقول ما مالا تأثير هذا من قطع وهذه ليست المرة الأولى على فكرة قطعة العلاقات في عام 1988 ثم حالة في عام 1999 ماذا إنعكاسه على الاقتصاد السعودي بسم الله الرحمن الرحيم أحيي جميع المشاهدين الكرام والضيوف أولاً الله يحفظ لنا المملكة العربية السعودية وقائدها خادم الحرامين الشريفين وولي عهده وولي وولي عهده على هذا الأمن والاستقرار السعودية متقدمة اقتصادياً على كثير من الدول خاصة في الشرق الأوسط وهناك من الحسد والحاقدين على هذا البلد ومحاولة زعزعة الأمن والاستقرار كما يعرف الكثير أن الاستقرار السياسي هو من أهم عوامل بيئة الأعمال هو الذي يجذب الاستثمارات الأجنبية وهو الذي ينشط ويحفز الاستثمارات المحلية الأهم من هذا هو أن التأثير السياسي هو الذي سوف يدعم الاقتصاد السعودي ويعززه لأن هذا الخطر الذي يأتي من هذه الحكومة الإرخابية يجب أن يتوقف وأنا أقول أي وساطة في هذا المجال المفروض لا تقبل يجب علينا أن نتمسك بعدم التدخل في شؤون الدول العربية والخليجية وكلما زاد هذا الأمن وقلت المخاطرة الخارجية كلما صار دعم وعون للاقتصاد السعودي نعم ودون أدنى شك أن المملكة العربية السعودية هذا مبدأ حقيقة تحترم سياسات الآخرين ولا تتدخل في شون أخرين وبالتالي نفس يجب أن ينعكس من أي دولة في العالم سواء إيران أو غيرها أتوجه لي سعادة الدكتور طاري كوش دكتور نفس السؤال أوجه لك سيدي أن هناك من يعتقد أنه قطع مثل هذه العلاقات بين المملكة العربية السعودية طبعا هي التي بدأت قطع هذه العلاقات ودولة إيران قد ينعكس سلبا بأي حال من أحوال على الاقتصاد تعليقك نعم حقيقة هو قرار صائب من حكومة المملكة العربية السعودية نظرا للتدخلات المتواصلة من حكومة إيران نحن لازم نفرق بين الشعب الإيراني والحكومة الإيرانية التي لا تعلق جهدا في التدخل ليس فقط في الشؤون المملكة العربية السعودية بل في كثير من الدول وتدخل سافر وتدخل سلبي يسهم في إثارة البلابل والمشاكل والفوضى في تلك الدول فهو قرار صائب أما التأثير الاقتصادي فلا أعتقد أن هناك تأثير يستحق التحدث عنه اقتصاديا لأنه لا يوجد أعتقد يعني علاقة قوية اقتصادية بين المملكة العربية السعودية وإيران اللهم فيما يتعلق بشون الحج والناحية هذه أعتقد سبق وتمت معالجتها لأنه حصل قبل ذلك أنه الحجاج الإيرانيين الحكومة حقتهم طبعا منعتهم من قدوم الحج عدد ذلك لا أعتقد أن هناك أي تأثير يعني اقتصادي سلبي على المملكة العربية السعودية الحمد لله المملكة العربية السعودية لا تحتاج إلى هذه الحكومة الإرهابية نعم شكرا لك سيد توجه أيضا بنفس السؤال للمهندسة أيلى شدوي مهندسة أيلى أيضا ما هو تعليقك في قطعنا لعلاقاتنا مع إيران وتأثر اقتصادا بذلك هو فعليا لا أعتقد أن هناك تأثير على الاقتصاد السعودي لأنه مما قرأت أنه لا تتعدى التبادل التجاري بين السعودية وإيران أكثر من 500 مليون دولار وأكثرها سلع استهلاكية يمكن الاستغناء عنها ومن أول في مشاكل لأنه بالاعتمادات المالية والتحويلات فحتى في القطاع الخاص يسهل التعامل بين الدولتين من قبل هذا الشيء وفي كل الأحوال القرار السيادي طبعا فوق أي اعتبار حتى لو كان هناك التأثير اقتصادي فبالنهاية القرار السيادي وسيادة البلد أهم من أي شيء أتفق معكم ضيوف الكرام بأن قرار المملكة العربية السعودية قرار حكيم وفي محله حقيقة وهذا يمنع من أي دولة مهما كانت هذه الدولة تدخل في شؤوننا الداخلية نأتي الآن لموضوع حلقة هذه الليلة أبرز القرارات الاقتصادية التي تابعتها في العام الماضي كما يقولون حصاد الاقتصاد أولا دعني أتكلم عن الفلسفة الاقتصادية الجديدة ومن بداية 2015 من تولى خادم الحرمين الشريفين الحكم حدثت تغيرات كبيرة أولا التركيز على كفاءة أداء أو أداء الحكومة كيف نحسن أداء الحكومة وكيف نرفع من كفاءتها فبدأ خادم الحرمين الشريفين بالتخلص من بعض أو دمج بعض هذه المجالس والهيئات وتكوين مجلس نحو 12 مجلس أو كذا نعم فتقريبا 12 مجلس وهذه هي البداية البداية هناك تحول جديد نحن نخطط من عام 1970 الخطط الخمسية يعني 45 سنة ونحن نخطط ولكن ما زال تنويع الاقتصاد محدود تنويع مصادر الدولة أو دخل الدولة محدود يعني أتكلم عن غير النفط الآن بدأنا الخطة العاشرة أنا متأكد أن هذه الخطة العاشرة سوف تكون مختلفة عن أي خطة سابقة لماذا؟ لأن هناك ترشيد هناك تطبيق ولمست نتائج عامها الأول نعم وهنا تطبيق وهذا ما أنعكس على أرض الواقع في الميزانية الجديدة 2016 الحكومة يجب أن تبدأ في تخصيص ما تستطيع تخصيصه وأيضا القطاع الخاص يجب أن تكون مشاركة فاعلة وأكبر وأيضا المداخل أو دخل الدولة يجب أن يتنوع أن لا يتعتمد على الاقتصاد النفطي أو العائد النفطي مع يعني نحن نعرف الآن مثلا تراجع الأسعار بما أكثر من 50% ينظر له البعض أنها خسارة مالية صحيح لكن في نفس الوقت هو فرصة يجب أن نغتنمها كيف نحسن اقتصادنا وننوع من ناحية إرادات الدولة وأيضا من ناحية الاقتصادية ومثلا في عام 2015 من أهم اللي أنا أرى هو وإنشاء هيئة المنشآت الصغيرة ومتوسط كما تعرف أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة هي العمود الفقري لأي اقتصاد في العالم اقتصاد الأمريكي وغيره وغيره هي تمثل من 70% إلى 80% مزبوط وهي التي تقضي على البطالة هي التي توظف الموارد البشرية وليس الشركات الكبيرة صحيح فهذا من أهم للإنجازات طبعا إذا تريدنا أكمل كملت لا أنا أرجع لك الله أحفظك في تعليق أكثر من ذلك أتوجه لي ضيفي في جدة سرياتنا في جدة سعد دكتور طارق كوشك طارق دكتور طارق ما هي الإضافة ما قال الدكتور فهد فعلا شهدنا بدون مجاملة تحول كبير في الخطة العشرية في سنتها الأولى أول تحول أيضا كبير جدا في الميزانية العامة التي صدرت قبل أيام المملكة العربية السعودية وبرنامج الإصلاح الاقتصادي والدفع قدما بسياسات التنويع الاقتصادي وأيضا أن يكون الدور كبير للقطاع الخاص يلعب مقارة بالماضي في تحريك شؤون الاقتصاد وسمعنا بالأمس هناك توجه لتخصيص أربعة مطارات رئيسة تعليقك سيدة على كل هذه المتغيرات في صالح الاقتصاد الوطني نعم صحيح السيد صلعت أنا الحقيقة أضيف لي ما أضافه الدكتور فهد أنا ما حياته في بداية الحلقة ولا لأستاذ الليلة ولكن أنا في تصوري أشان نستوعب ونفهم مغزى القرارات الاقتصادية التي صدرت في عام 2015 أننا نعرف مبررات هذه القرارات الجميلة والمبدعة الحقيقة في اعتقادي أن المملكة العربية السعودية تواجه تحديين لاثنين لا ثالث لهم الأول الاعتماد على النفط بنسبة 90% إرادات المملكة العربية السعودية تعتمد على النفط بنسبة 90% أيضا تنوع أو تنويع مصادر الدخل زي ما تفضل الدكتور فهد نحن لنا أشكل من 40 سنة ونحن بنخطط ولا زال لازمنا بنعتمد على إرادات النفط كمصدر رئيسي فالقرارات التي تصدر الآن بتحاول أنها تحل هذه المعضلتين الأساسيتين فطبعا لكي نواجه هذين التحديين طبعا هناك سياسات مالية هناك سياسات نقدية للحكومة السعودية وبعض الإجراءات ومفضل الدكتور وأشار إليها في الموازنة العامة للدولة وما يتعلق بدعم المنشاة المتوسط والصغير وهذه أيضا من الأدوات الاقتصادية التي يمكن استخدامها باستثناء قضية التخصيص اللي يتحفظ عليه من أكثر من 15 سنة وكن دائما أقول أن الخصخصة هذه ليست في صالح المملكة العربية السعودية بالأدلة والبراهين ولكن ليس نقاشنا الآن في أيهما أولى هل هو The New Public Management أم هي Privateization ولكن لعله نخصص حلقة لهذا الموضوع ولكن مبدئيين خلينا نقول أنه كل القرارات اللي صدرت مثل قرار الفتح سوق التجزيات تملك الأجنبي بنسبة 100% فرض رسوم هذه كلها قرارات أيضا الاعتماد على القروض الحكومة السعودية بتطلع سندات أيضا هذه كلها من الأدوات اللي هي بتحاول الحكومة السعودية في الوضع الراهن إنها تجابه بها هذين التحديين نعم جميل حقيقة هرجع لك دكتور أيضا لضيوفي ضيفي في الستوديو ضيفتي في الدمام لنأخذ قرار قرار وكيف يطيان نعكس على اقتصال السعود لكن أتوجع أيضا لضيفتي المهندسة أيلى الشدوي وأنا فخور كمواطن بأن يكون عندنا مهندسة مثلك سيدتي وأيضا لدينا عدد لاباس بهم مهندسات شيء جيد فيما تعلق بالمرأة بالتحديد وسيدة الأعمال كيف وجدت سيدتي هذه القرارات تخدمك كسيدة الأعمال ألف شكر للإطراء هو بالإضافة إلى القرارات التي حصلت لا ننسى التسارع الذي حصل في تفعيل الحكومة الإلكترونية إذا سوف نتكلم عن السيدات فالمحدوديات على السيدة السعودية معروفة من أول ولا أعتقد أن هناك شيء حصل في التقدم مثل ما حصل في الحكومة الإلكترونية ليريح السيدة السعودية في الأعمال ويعينها عليها من أول وزارة التجارة إلى وزارة العمل إلى أبشر إلى الربط الكبير الذي حصل غير أنه سهل علينا بشكل ملحوظ التعاملات والتأسيس أيضا تزامن مع التحديثات التي حصلت على هيئة الإحصاء وعلى فصل جزء منها وأعطائه الاعتبارية لوحده لماذا هذا مهم أي شخص تسأل يحاول أن يبدأ بيزنس صغير في السعودية أول ما يعرقله يقولك المعلومة غير موجودة الآن بما أنه تمت أتمتت العمليات وربط قاعدات البيانات مع بعضها أصبح هناك طريقة لنعرف فعليا ما هو السوق وكيف يتجه وما الذي يحصل فيه غير كلمة أنه يوجد عندنا 30 ألف فقط منشأة كبيرة والباقي فوق 80% صغير سوف نستطيع أن نعرف المنطقة كذا فيها توجه إلى هذا العمل والمنطقة كذا فيها توجه إلى هذا العمل وبهذه المعلومات نستطيع نحن كمؤسسين أعمال صغيرة رقم واحد أن نعرف أين نتوجه بالعمل رقم اثنين أن نعرف النمو أين سيحصل هل نحاول أن ننمو هذه السنة هل نحاول أن ننمو هذه السنة ونتطلع أيضا إلى هيئة المنشآت الصغيرة التي أنشأت بترقب شديد صراحة لأنها من ضمن الست نقاط التي وضعت وتكلم عنها معالي وزير التجارة التي هي إنشاء حاضنات أعمال تقديم خدمات إلكترونية حكومية المعنية لتسهيل الإجراءات الخاصة بالمنشآت الصغيرة ومتوسطة برامج تحفيزية للسياسات التمويلية في القطاع الرافع من هجم الاستثمار الجريء هو هذا ما يهمنا حاليا البنوك تعزف عن إقراض صغيرين الأعمال والجهات التمويلية الحالية لا تمول من يريد أن ينمو بعد السنة الثالثة فنتوقع من هيئة المنشآت أن تساعد في هذه الأمور وتصبح يا أما هي الضامن كما يحدث في دول غيرنا يا أما أن تساعد في الكفالات نتطلع بإذن الله إلى عملها في القريب العجل طيب مهندسة حقيقة نتوجه لك بسؤال بعد ما توجه لضيوفي في الرياض وفي جدة هيئة للمنشآت الصغيرة ومتوسطة كما حضرت تفضلت بالناس تساحل كثير اختلعت لأعمال السيدات وكما تعرف سيدتي اليوم حوالي 45 ألف سجل تجاري للسيدات وهناك بعض الأعمال التي كانت حكرا عن الرجال الآن انفتحت للسيدات كيف ستتنعكس على تشجيع وتحفيز السيدات دكتور فهد عودة لك مرة أخرى إنشاء مجلسين موقرين وإلغاء عدد المجالس وطبعا مجلس يعنى بشؤون التنمية عفوا الأمور السياسية والأمنية والآخر بالاقتصادية والتنموية كيف ترى أولا نذكر بخطاب خادم الحرمين الشريفين أمام المجلس الشورى عندما قال الإنسان السعودي هو أساس التنمية هذا مهم إذا كان الإنسان السعودي هو أساس التنمية هو ما نسعى إلى تحقيقه الخط البطالة يعني صعب تقضي عليها ولكن الحد منها طبعا عندما يعني اليوم 11.7% هل عالية تعتبر ملتفعة نعم هذه أنا أعتبر خمس سعجل سنة وما فوق نعم أعتبر أنها مرتفعة أي بطالة تزيد عن 3% أنا في تقييمي أنها مرتفعة المفروض البطالة تبقى في حدود 3% لكن أتكلم عن إنشاء المجلس الشؤون الاقتصادية هذا المجلس صار هو المظلة مظلة عامة تأتي تعت جميع الشؤون الاقتصادية فهو يربط وينسق ويدرس وهذا شيء مهم لأن هذا يقضي على البيروقراطية ويعمل على تسريع أو إنجاز القرار بوقت وإحنا لاحظنا هذه القرارات لا تستغرق وقتا طويلا وهذا مهم يعني الفرص ليست دائما موجودة إذا لم تقتنم الفرص المتاحة أمامك وأنا أقولها هناك فرص كبيرة في هذا البلد في الاقتصاد السعودي لم نقتنمها حتى الآن كلنا ما زلنا نعيش في الأشياء التقليدية كيف نتوسع في القائم كيف نستثمر في القائم يعني إحنا نبغى ابتكارات نبغى رأس المال الجريء وهذا أخر يعني مؤكد أخر مؤخر نعم نحتاج إلى أشياء فرص جديدة حتى نتسابق في التنمية مع الدول الأخرى لكن إذا كنا نركز على العقاء ونستثمر في العقاء وهذا استثمارات تقليدية وهذا لن يحد من البطالة ولن يزيد الإنتاجية الاقتصادية في مهم زيادة الإنتاجية الاقتصادية عن استخدام التقنية والمعرفة ماذا تؤدي له تؤدي إلى توظيف السعوديين إلى تحسين دخولهم إلى زيادة الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية في هذا البلد فالتوجه الآن من خلال هذا المجلس أن ينظر إلى رفع كفاءة الإنتاجية سواء في الحكومة أو في القطاع الخاص والآن التركيز على القطاع الخاص كيف يصبح إجمال الناتج المحلي معظمة من القطاع الخاص وفي نفس الوقت مستقل إحنا عشنا في السنوات أو العقد الماضي يعني 40% ليس كافي اليوم لا كمساهمة القطاع الخاص في الناج المحلي أنا في رأي غير كافي ما هي النسبة الطموحة نعم ومو بعدين هل هذه المشاركة هي سلع إنتاجية في هذا البلد أو هي إعادة تصدير واستيراد وعندنا نسبة صادراتنا إلى وارداتنا ما زالت عند 32% أو 3% وهذه ضعيفة يعني لما تحسبها 88% صادرات نفطية والباقي بترو كيميكل معتمدة على النفط نحن نحتاج إلى صناعات وإلى خدمات مستقلة عندما ينخفض سعر صناعة ما أو قطاعا ما لا يؤثر على القطاعات الأخرى وهذا هو الذي يؤدي إلى استقرار الاقتصاد وإلى استدامته وإلى تحقيق رغبات وطموح الأجيال الحاضرة والأجيال القادمة ويحقق الاستدامة نعم نعم الدكتور طارق كان الدكتور فهد يتكلم بين ثنائر الكلام والحديث بأنه تركيز الحكومة الرشيدة حقيقة رعاها الله بتنمية الإنسان البشري والعنصر البشري والذي هو مرتكز ومحور التنمية برنامج الملك سلمان لتنمية الموارد البشري والذي أسند إلى وزارة الخدمة المدينة كيف ترى هذا البرنامج الجميل في الارتقاء بأداء المواطن السعودي في الدولة نعم حقيقة للنفاق نحن قلنا من ضمن الاهتمام الحكومة السعودية هو الانفاق على التعليم نعم ويعتقد أنه كان نصيب الأسد نعم كان هو ثاني أعلى انفاق أعتقد في الموازنة العامة للدولة التعليم صحيح لعل هنا أنا أعرج على ملاحظة جوهرية تتعلق بالبطالة اللي زي ما تفضلت سعادتك وشرك اللي هو 11.7 لكن أنا دائما أعشق تحليل ما وراء الخبر نعم وليس الخبر في حد ذاته السؤال يطرح نفسه الآن من هم العاطلون عن العمل يا أستاذ طلعت نعم وطبعا والمشاهدين والحاضرين أنا في تصوري أن البطالة الموجودة في المملكة العربية السعودية طالما نحن مهتمين بالتعليم الجامعي ومبتعدين تماما عن التعليم المهني والفني سيستمر العاطلون عن العمل لأننا نحن نطلع من الجامعات تخصصات الحقيقة منها نظرية يعني لا يحتاجها سوق العمل فبالتالي يصير عندنا عاطلين على العمل ويعني بنعاني من المشكلة هذه وبالتالي يصير عندنا أيضا بطالة منقنعة داخل الأجهزة الحكومية في تصوري أنا إذا أردنا أن نستثمر في الإستاذ السعودي بالشكل الصحيح علينا أن نهتم بالتدريب المعاهد التدريب الفني والمهني حتى نستطيع أن نقضي على عنصر البطالة لكن هذا لا يعني أننا نحمل الشقة الآخر نحن لا نكتفي فقط بالتعليم وعندنا أيضا التدريب يعني نحن بنعطيهم أسس ونظريات علمية سواء في الكليات أو المعاهد أو الجامعات ولكن أيضا محتاجين إلى تدريبهم أيضا لابد نحن نعطي فرصة للقطاع الخاص أنه يتبنى هذه الكفاءات ويمنحهم الفرصة للتدريب حتى يكتسبوا مزيد من المهارات هذا هو الاستثمار الحقيقي لابد أن يكون هناك تعاون بين الحكومة والقطاع الخاص الحكومة تعلم وتنفق على التعليم التعليم المتخصص ولا أقول التعليم الجامعي فقط لا غير سيدي نحن لسنا في حاجة إلى تعليم الجامعي الآن أكثر من نحن محتاجين تعليم فني وتقني نحن عندنا شورتش كبير جدا سيدي في الأعمال الفنية اللياسة الكهرباء السباكة البناء النجارة الميكانيكة الهندسة الميكانيكية الهندسة الكهربائية هذه عندنا شورتش كبير جدا نحن نشايفين العمال الآن كلها غير سعودية ونشوف السعوديين موجودين يقول لك أنا جالس البيت طبعا تكون جالس البيت تخصصك تاريخ تخصصك جغرافية تخصصك إدارة عامة تخصصك إدارة عمال فني جيب لكم وظائف طيب فبالتالي نبغى شراكة بين الحكومة والقطاع الخاص نحن نعلم تدريب ونعلمهم فنيا ومهنيا ثم القطاع الخاص يتولى عملية تدريبهم من خلال زي ما تفضل دكتور جمع نحن عندنا اقتصاد قطاع خاص هو ليس انتاجي إنما هو قطاع استهلاكي بيستورد من خارج ثم يبيع على المواطنين وإذا صنع عندنا في السعودية فهو بيجيب أجانب فلبين باكستان الهند من الدول الأخرى وليس سعودين إلا ما شذ وقل وندر فبالتالي نبغى يكون عندنا منشآت أو يعني تتبنى مفهوم التصنيع أستاذ حافظ تمام والجميع تتبنى مفهوم التصنيع وعندنا الحكومة تنفق على تعليم المواطن السعودي في التعليم المهني والفني ثم نخرج هؤلاء الناس للعمل في هذه المصانع هنا أصبح هناك تكامل بين القطاع الخاص والقطاع العام الحكومي وبالتالي بدأنا ننوع مصادر الدخل بناء على الأيدي السعودية العاملة في هذا القطاع سأعطيك بسألة دكتور أنت عندما تقول تعاون القطاع الخاص مع الجامعات ودي أسأل هل أنت تجيسوا على طاولة مستديرة وتقول يا جماعة يا قطاع الخاص أنتو اشتبوا نحن نهيئ مناهجنا لخدمتكم ولمتطلبات السوق أحب أسمع منك هذا الرأي وأنا أعرف أن هناك برامج تعاونية ما أعرف بالكوب كوب بروغرامز اللي بينكم بين الجهات الخاص سأسمع تعليقك هتوجه حيئة لضيفتي أيلة الشدوي المهندس أيلة من السألة أنت طرح تطرح جميل الله يحفظيك لما تكلمت عن تعزيز الحكومة الإلكترونية وهذا الشيء بالمرة مهم لكن عودة لإنشاء هي بالداتة بالقطع المهم شكرا لك هو الهيئة ما نتطلع إليه هو تطوير مفهوم المنشآت الصغيرة أصلا عالميا ليس كل من يبدأ منشآة معناها أنه سوف يوظف عشرة أو خمسطعش أو حتى خمسة والمعدل المدخول من المنشآت الصغيرة عادة يتساوى مع مدخول موظف هذا هو المفهوم السائد عالميا وعندما يتكلمون عن توظيف 80% من الموظفين في البلاد سواء كانت شرق آسيا أو أوروبا أو أمريكا ما يعرف هنا بتصريح المهن الحرة هذا نتمنى أن يتم التوسع فيه وأن تعطيه هيئة المنشآت حقه من التطوير لأنك عندما توظف نفسك ما يسمى في الخارج كونسلتين فأنت تقدم خدمة بمعدل ساعات وانتهي وأعتقد أنه جزء من ذلك القانون جديد في وزارة التجارة وهي مؤسسة الشخص الواحد هذه مهمة مهمة جدا لأنك بذلك تستطيع أن تعطينا نفسك خطأ قانوني إذا كنت جامعي لتقديم الخدمات البتقدمة الجامعية وأوافق الدكتور 100% على النقص في التدريب المهني الجامعي يدير من ينفذ إذا كلنا مديرين من ينفذ إذن جميل جميل دكتور فعل أنتم في المجلس ما نقشت هذا الموضوع لأن دولة متقدمة كألمانيا يعني ركزوا على التدريب التقني والمهني أكثر مما ركزوا وحسب ما في النسبة أرجو أن أكون دقيق 84% على العلوم التطبيقية والمعنية والباقي يذهب إلى الجامع أنتم في الشورى لم نسمع لكم صوت في هذا الموضوع لا أبدا سمعنا صوت الصوت على التدريب الفني أن هناك قصور وأنه لا يؤدي المطلوب منه يعني حتى مخرجاته لا تكفي القطاع الخاص اللي يتخرجون 25 أعداد كبير وين هم؟ من حوالي 207 كل يوم لا بالعكس المجلس شدد على هذا لا نتكلم عم فون دكتور على نظام التعليم ككل طبعا هذا قضية معروفة يجب أن يكون التعليم يقاس بالمخرجات نعم نحن نحترم التخصصات الأخرى لتخصصات الإنسانية ضرورية يقاس بالمخرجات لكن أنا عندي إضافة بسيطة فضل لماذا لا نصنع بعض هذه السلاء المستوردة هناك السلاء المستوردة نستطيع أن نصنعها فمعنى صنعنا بعض هذه السلاء إن النسبة صادراتنا على وارداتنا سترتفع أيضا لماذا لا نحل رأس المال محل الكثافة العمالية لماذا نستثمر في صناعات كيف يعني شرح لي يعني مثلا في صناعات تحتاج إلى عمالة جنبية كبيرة لماذا لا نستخدم الآليات التقنية أكثر من البشرية لما تذهب إلى بلدان أخرى في اليابان نفض العمال اللي عندنا يسويها 100 عام يسويها ثلاثة أربعة لست ما حتكافح البطالة تركنا نعم البطالة عندنا في هذه النسبة سوف تخلق هذه وظائف تناسب السعوديين نحتاج من نفس الوقت عملية الإخلاق لكن نحتاج إلى خلق وظائف جديدة قد تتناسب مع الجامعيين المتخصصين هناك تخصصات تناسبة فإحنا لابد أن نركز على رأس الصناعات ذات كثافة الرأس مالية بدلا من الكثافة العمالية يجب فعلا التدريب كل هذه مهمة وانت عارف دكتور التدريب معاين السعودي ترح يقبل على وظيفة تقنية محترمة بعجر جيد هيقبل عليها ويحترمها المجتمع لأن دائما اللي فيه تقنية وهذا تكون الأجور مرتفعة مواتب مرتفعة ويؤدي مش أي واحية ما هو أي إنسان يقدر يدير هذه الآلة بالتأكيد يعني أنت أنظر إلى معظم العمالة اللي تأتينا معظمها غير متعلمة صحي فهل نحتاج ألف عامل ليؤدي مهمة من هذه المهام يعني لا بد أن نفكر كيف نصنع بعض السلع المستوذة كيف ننمي القدرات البشرية كيف لا نعتمد على الكثافة العمالية في كثير المصر على سبيل المثال صناعة السياحة تستطيع أن توظف آلاف مئات الآلاف من السعودية لكن كيف يعني الانفتاح مهم في السياحة تشجيع القطاع وتحفيز عندما يرى أن هناك محفزات تججع على المشاركة في بناء البنية التحتية الفنادق على البحر الأحمر جدا على الخبر والدمام يعني إذا نظرنا بهذه النظرة سوف يتوظف السعودي وسوف نحقق إرادات أو قيمة اقتصادية مضافة وأيضا إرادات مالية للدولة الدكتور طارق أتوجه لك سيدي كنت أتكلم على فتح قطاع التجزية والجملة للاستثمار المباشر مئة بالمئة كيف هذا سينعكس حيثا على الاقتصاد السعودي نعم حقيقة مثل هذا القرار الجوهري والرئيسي هذا هو العديد من الفوائد لعلي أستطيع أن أحصرها في فق احتكار يعني بعض التجار لبعض السلع هذه ميزة استقطاب الشركات العالمية ممكن تجي عندنا وتبدأ تمارس عملها كأنها زي أي شركة سعودية عادية وهذه طبعا ما يصير عندنا وسيط بين المنتج منتج الشركات العالمية ومنتجها في المملكة العربية السعودية أيضا الاستفادة من خدمات ما بعد البيع يعني كثير من الآن لو تلاحظ بعض السلع نحن بنشتريها بمجرد ما تعطل بنرميها ما في أحد بيعمل لها صيانة تمام فبالتالي فتح هذه الأسواق وبالذات التجزة اللي هو أكبر سوق في الاقتصاد يعني السعودي وبتعامل مع المواطن السعودي مباشرة هذا فيه فوائد كثيرة أيضا ممكن نقول أن الشركات هذه إزاجات عندنا في السعودية ستوظف شباب سعودي وشابات سعوديات للعمل عندها فبالتالي هذه ستخفف من نسبة البطالة الموجودة أيضا ممكن نسجع الشركات الأجنبية أن تصنع المنطقة عندنا هنا في السعودية وتفتح مصانع هنا في السعودية وتنتج عندنا بدلا ما تصنع في تايل وcast وتجيب البضايع للسعودية لا ما تفتح مصانع مع شركة مرسيدس فتحوا مصانع شحنات كبيرة هنا في السعودية وبدأوا يصنعوها جدا عندنا هنا في طريق الملك فبالتالي أو بخط المدينة الطالع فأعتقد هذه الفوائد الجمع فوائد كثيرة حقيقة ما أقدر أحصرها كلها ولكن فوائد جمع أن تجي عندنا الشركات العالمية فتح التجزي هذا مهم جدا أختصرها في إخلاص واحدة فك الاحتكار تخفيض الأسعار إتاحة فرص وظيفية كثيرة جدا للشباب والشابات السعوديات أتمنى أن نكون حريصين على هذا الأمر الأصدر وخاذ المحرمين الشريفين وهو خارج المملكة العربية السعودية في الولايات المتحدة الأمريكية أثناء الملتقى الاقتصادي أتمنى أن نهتمنا طال الزمن الآن نحن شايفين تقريبا لنا ستة شهور ما شفنا شيء بعد الأمر الأصدر وخاذم الحرمين الشريفين الملك السلمان الله يحفظه ما شفنا بعد القرار هذا ما شفنا شيء على أرض الميدان ما شفنا واقع لا وفي توجيه طويل عمر بين وزارة التجارة والصناعة وهي العامة لستثمار لخروج بالآليات بالآليات نعم صحيح ولكن طولنا يا سيدة طلعت الآن تقريبا لنا أعتقد سبعة أو تمانية شهور طولنا شوية القضية بسيطة جدا في عندنا شركات عالمية تتفضل تيجي عندنا هنا في السعودية نعدل الأنظمة بشكل سريع جدا نبغى دينماكية لأنه أيضا إذا ما كان عندنا سرعة في الآداء في القطاع الحكومي زي وزارة التجارة ووزارة العمل أيضا المستثمر الأجناء بحي يخاف مننا ما سيجينا فبالتالي لازم نظهر له أن نحن سريعين في الآداء والقضية يعني ورشة عمل تجتمع لمدة تسبوع سبعين ثلاثة شهر تعدل الأنظمة أنت عندك أنظمة مش ما عندك أنظمة أنت عندك أنظمة ولكن تعدلها بما يتوافق وعندنا الحمد لله خبراء وعلماء قادرين على الإنتاج يعني على إنجاز هذه المهمة في غضون أسابيع بسيطة فبالتالي ما ينفع البيروقراطية الحكومية التقليدية أو البرود في بعض الأجهزة الحكومية سابقا ما ينفع الآن في ظل الانفتاح العالمي الآن لازم تكون مواكب الحدث وتكون سريع جدا وإلا من لا يتقدم يتأخر فبالتالي أنا أتمنى على وزارة التجارة على الجهات المعنية ووزارة العمل الجهات المهتمة بالأنظمة والقوانين المتعلقة بالتجارة أن تتفاعل خلاص يعني تخرنا كثير لأن السوق كبير والفرص المتاحة أكثر فبالتالي إذا ما استطعنا أن نجتدب مزيد من الصناع وأنا أتكلم عن الصناع سأتحادث خلي بالك لأن أنا دائما أبدا أقول لهم إياكم أن تستخدموا أو تستخدموا أو تسمحوا للشركات الخدمية أن تدخل سوق المملكة العربية السعودية لماذا؟ لأن الشركات الخدمية لا تعطينا أي منتج للاقتصاد السعودي بل هي بالعكس ولكنها توظف يا دكتور ما عليش حتى لو وظفت ستوظف لك أعداد بسيطة جدا ولكن ستأخذ مثلا مبالغ ضخمة زي شركات الاتصالات على سبيل المثال بيش بتوظف لك؟ بتوظف لك ألف أو ألفين موظف ثم تصادر المليارات تأخذ من عندك المليارات لا أنا أبغى شركات إنتاجية تجي تأسس عندنا هنا عشان نضمن أنها ستستقر عندنا تعطينا منتج مكتوب عليها صنعة في المملكة العربية السعودية أنا حريص جدا أن يكتب صنعة في المملكة العربية السعودية على مستوى العالم هذه يهمني كثير جدا ثم آتي في المرحلة الثالثة التوظيف السعوديين والسعوديات فبالتالي أنا حريص على الشركات يعني كمستثمر أجنبي أنا أبغى إيجي كمنتج ومصنع وصانع يكتب في نهاية المطاف الصنعة في المملكة العربية السعودية نتمنى ذلك حقيقة إذا سمحت لدكتور أيضا أضيف على يعني على الفوائد العظيمة من فتح الاستثمار الأجنبي للقطاع الجملة والتجزئة بأنه أيضا يحسن من آليات التصويق الشوال الإدارية التوزيع ليس فقط حقيقة التصنيع وخلاف لكن أيضا في أمور التصويق أتوجه حقيقة لي المهندسة أي لا مهندسة أي لا لمحتي إلى نظام الشركات الجديد وقلت يا طلعت هناك نظام إنشاء الشركة بالمالكة الوحيد أو كذا ماذا وجدت أيضا في النظام في تسهيل شركات المساهمة وخفض رأس المال من 5 مليون على ما أعتقد إلى 3 مليون وأيضا من 5 أشخاص إلى 3 أشخاص كيف هذه ستساهم من عملية إنشاء الشركات؟ أكثر شيء نواجهه لما نتكلم في الغرف التجارية مع من سوف يبدأون بيزنس يخافون من الشراكة لأنه فعلا صعب إذا بالقوانين القديمة تحتاج إلى محامي شاطر حتى تضمن حقوق الجميع وأيضا مثل ما قال الدكتور وأوافقه 100% التقاضي بطيء والتقاضي التجاري بدأ لكن يحتاج أن يتقدم أسرع بكثير مما يحدث الآن همناك أنظمة ثلاثة أشار معالي الوزير أنها سوف تنطلق قريبا وهو نظام التجارة الإلكترونية نظام الإفلاس ونظام الامتياز كلنا يعرف قصة كم شركة حاولت أن تعمل امتياز تجاري سعودي ولم تستطيع لأنه نظام غير موجود أصلا في وجهات التجارة فهذا ننتظر منه أن يحصل عندنا أكثر من بيزنس سعودي ممكن أن يأتي ويحل محل الشركات الخدمية التي تأتي من الخارج وفعلا تأخذ المليارات وتخرج الأولى أن تكون امتياز سعودي إذا خرج القرار وأنا أوافق الدكتور في هذا 100% بالنسبة للتصنيع لا نريد أن نصنع شيء نحتاج أن نستورد له مواد أولية فالتوسع في الصناعة جميل وبالعكس إذا نتكلم عن البطالة فالبطالة الجميع يعرف أن أغلبيتها نساء والصناعة بالنسبة للنساء شيء رائع يعني إذا تنزل على الصناعية الثانية في الدمام تلاقي فوق الـ 2300 بنت تشتغل أصلا هناك في كل المواقع ليس فقط على خط الإنتاج من خط الإنتاج إلى اللوجستيكس إلى التسويق إلى كل أماكن لأنها مكان محدود الدوام من كذا إلى كذا والمواصلات متوفرة بعكس الوظائف الأخرى التي تحتاج حركة أكثر وتكون غير منتظمة بهذه الطريقة بالنسبة للأمور الأخرى التي نتكلم عنها نستطيع أن نرجع إلى الزراعة يا أستاذي إذا استخدمنا التقنية لأنه أنت عندك الـ Internet Penetration اللي هو دخول الإنترنت في السعودية فوق الثمانين في المائة نحن شعب تقني يحب التقنية وعندك شباب فوق الـ 70% وعندك شباب وكله على الإنترنت حتى الزراعة التي نتكلم عنها كما أشار عضو العضو أستاذ جمعة أنه في أمور اندثرت وفيها أجانب الزراعة التي فيها مئة هذه بإمكانك إذا عندك معدات واللي يشتغل عليها مهندس شخص واحد في أمريكا يدير هكتارات لا نتكلم عن مئة هكتارات إذا عنده أجهزة متصلة بالساتلايت يمشي المزرعة كلها غير الـ Hydroponic اللي أنا اللي أعرف أنه السعودية كانت من المساهمين في تطوير تقنية الـ Hydroponic التي لا نستخدمها الآن من السبعينات نحن اشتركنا في الـ Research لها والآن لا نستخدمها يعني الزراعة التي نستوردها الزراعة حتى نفسها ممكن أن نفعلها هنا في منصات لماذا نطور؟ عندنا كم جامعة زراعية عندنا في الأحساء وعندنا في الدمام وعندنا في جدة وعندنا في الرياض والزراعة شيء نستطيع نحتاجه لا أقول أن نزرع قمح مثلا أو نزرع درع مثل أمريكا ممكن أن نزرع في مصاطب هناك مئات الأشياء لم نلمسها ودخول الشركات الأجنبية قد يساعدنا في استيراد التقنية ونقل المعلومات لكن أوافق الدكتور 100% الشركات الخدمية سوف تضرنا لن تنفعنا نحتاج شركات تقنية شركات معلومات شركات تدريب وهذه أكرر عليها 100% شركات تدريبنا الخارج فوق العشرين سنة لم نرى شيئا من مؤسسة التدريب المهني أعتقد حان الوقت لنستفيد ممن استطاع أن يدرب عنده سواء كانت أوروبا أم شرق آسيا أم أمريكا لأنه لم يعد هناك وقت أعتقد نحن بدأنا نلاحق الزمن بعد ما جرى في حكاية التدريب أنا حقيقة يعني عجبني كثير من الفرص يعني ممكن أن تكون فرص حقيقة تستغل في الاقتصاد السعوري يمكن ما تبقى من الوقت نعرج عليه على الساعة دكتور فهد عودة لك سيدي فرض رسوم على الأراضي كيف سيتعامل مع ظاهرة ومشكلتها إن صح التعبير الإسكان وتوفر الأراضي بالسعر المناسب هذا يدخل تكملة لكلام دكتور طارق نعم المنافسة 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 هي التي تجعل عوامل السوق تعمل لصالح المستهلك ولصالح الاقتصاد اليوم لا يوجد عندنا منافسة؟ ما زال عندنا أشياء كثيرة محتكرة احتكار القلة منتشر عندنا إذا تم وإزالة جميع الحواجز أمام الاستثمارات الإنجانبية التي تصب على هذا السوق وفتح المجال للشركات الصغيرة أو المنشآت الصغيرة أنها تنافس سوف يخرج من ذلك سلاء جودة عالية وأيضا أسعار مناسبة وهذا مهم في غاية الأهمية ونفس الشيء ينطبق على الأراضي الأراضي الآن العقار في مخططات كاملة وبيضاء كنوز مخزنة إلى متى؟ على حساب مين؟ على حساب المواطن على حساب الاقتصاد العرض دائما يتكلمون الفجوة بين العرض والطلب كبيرة السعوديين ممكن ستين بالمئة لا يتملكون مساكن إلى متى؟ هذه الرسوم ويجب أن تتوسع دائرتها أنا كنت أتمنى أن هذه الرسوم أيضا تشمل الشقق التجارية والبيوت التجارية التي تجلس ستة شهور بدون أجار حتى يضطر صاحب هذا العقار إلى تأجيره بسعر مناسب يتناسب مع الحياة المعيشية لكثير من السعوديين فهذه الرسوم ربما لاحقا لا تعرف نعم هذا مطبق في بريطان في دول العليل في دول كثيرة فهذه الرسوم هي ستبدأ للحد من هذه المخططات عسى عسى أن يبيعونها ويكون هناك معروض كبير من الأراضي يؤدي على الأقل حتى لو لم يخفض أسعارها بالشكل المطروب إنها ما تزيد يعني المشكلة الآن في السكن والمناسب هل هو الأرض؟ ليس فقط العرض هذا مشكلة واحدة منهم في العرض في التمويل في دخل الفرد صحيح دخل الفرد ضعيف في أفراد كثير مديونين مطلوبين يشاري سيارة يشاري ثلاجة يعني هي عدة عوامل لكن إحنا نبدأ من أهم العوامل أنا أعتقد أعتقد أن الاحتكار العقاري سواء للأرض أو للوحدات السكنية عندما تطلب أي تجي عمارة وتقول أبغى أشغل الأجار ويش يقول لك؟ قل الله ما باقي إلا وحده وغياب المعلومات والشفافية معلومات الدقيقة وتوجيه الذي يرغب في العجار أو الشراء إلى المنزل أو الشقة المناسبة كل هذه يؤدي وستعتقد الآن نظام شموس إذا خطأت في النظام يعني بدأ بدأ يسأل حقيقة إن شاء الله كل شيء الحين بدأ إن شاء الله في نهاية العام والعام القادم إنها تكون المعلومات متوفرة وبكل شفافية شفافية المعلومة ودقتها أعتقد الآن تحويل المصعط الإحصاءات العامة إلى حقيقة مستقلة أعتقد أنه هذا نقطة للأمام نعم إن شاء الله تتوفر أيضا في نقطة مهمة علينا أن نركز على التنمية المتوازنة لا نريد أبنائنا وبناتنا يسافرون من قرية أو من محلهم أو يخرجون من عاداتهم ومجتمعهم إلى المدينة يجب أن تكون هناك توزيع لهذه الأعمال يجب أن يكون هناك تحفيز ودعف للمناطق القروية وشبه القروية حتى يبقى الإنسان سعيد الإنسان عندما يغادر قريته ويأتي للمدينة ويجد ينصدب بتغير الثقافة والترابط والبعد من أهله فهذا يسبب تعاسة لبعض الأفراد في المجتمع لذا علينا أن نراعي التنمية المتوازنة علينا أن نوفر إحصائيات كاملة عن كل منطقة وكل محافظة وكم مساهمتها في إجمال الناتج المحلي يجب أن تطرح السؤال كم مساهمت هذه المدينة أو هذه المنطقة في إجمال الناتج المحلي عندما نعرف المساهمة نستطيع هذه المعلومة غير وموجودة لا ليس متوفرة فعندما تتوفر هذه المعلومة نستطيع أن نحدد نقاط الضعف والقوة في هذه القرية أو في هذه المنطقة ونعزز نقاط القوة ونترك نقاط الضعف هذه يعني مهمة أتوجه حقيقة لضيفي دكتور طارق دكتور طارق بقى عليه دقائق للتختيم دقيقتين لو اتكرمت بالتحديد ما هي الفرص حقيقة المتاحة أمامنا في الاقتصاد السعودي هي موجودة أو قد لا تكون موجودة ممكن أن نستغلها وأن تنهض حقيقة باقتصادنا أكثر مما هو عاليد عنه نعم هناك العديد من فرص أستاذ حافظ الحقيقة أتمنى أن تأخذ بعين الاعتبار السابق نحن لما نتكلم عن انتعاش الاقتصاد فنحن نتكلم عن حاجتين اتنين نتكلم عن نفقات نتكلم عن إيرادات الإيرادات ممكن تحصيلها من خلال النشاط الاقتصادي النفقات ممكن تساهم معنا من خلال الموازنة العامة للدولة وهذه نقطة أنا بأثيرها بشكل سريع جدا أن الموازنة المستخدمة الآن في المملكة العربية السعودية ليست يعني موازنة تتلاءم مع متطلبات العصر وما يخطط له خادم حرمين الشريفين الملك سلمان لأن الموازنة الحالية تسمى موازنة البنود وهذه الموازنة مشهورة عالميا ومعروفة عالميا هي أسوأ موازنة وأفضل موازنة تؤدي إلى إهدار وسوء استغلال المال العام بدليل أن دون المراقبة العامة أصدر تقرير أن هناك حوالي 42 مليار ريال سعودي أنفقت العام الماضي بغير وجه حق فبالتالي نحن نريد أن نركز أيضا كتوصية أن نحن نغير نظام الموازنة ونتبنى حاجة اسمها الموازنة التعاقدية حتى نواكب العصر ونتقدم إلى الأمام أيضا نتبنى حاجة اسمها The New Public Management أو Next Step عوضا عن الـ او الخصخصة لأنني أنا قلت أكثر من مرة من 15 عام وأنا كنت بحذر من الخصخصة لأن الخصخص هذه نتيجتها خطيرة خطيرة جدا على المملكة العربية السعودية وعند الأدلة والبراهين لعله لاحق أني نناقشها أيضا سيدي بالنسبة عودة إلى موضوع فرض الرسوم أتوافق جدا الدكتور فهد نحن لابد نحن نهتم بالمباني لأن سيدي نحن عندنا 17 مليون هكتار هذه أراضي ببيضاء في المملكة عندنا 4 مليار متر منها في الرياض تمام فهذه كمان أيضا كارثة لابد نحن نهتم بحاجتين اتنين العقار عبارة عن أراضي مباني نحن نهتمينا الآن بالأراضي لابد نحن نواصل إلى المباني فقرأ أخيرا نبقى أنضيفة إن شاء الله في خلال نص دقيقة أنا أتمنى أن يكون تطويرنا مؤسساتي مبنية على نظريات علمية معترف بها عالميا حديثة جدا وليس وفقه وشخصية أشاء الله تتغير خططنا مع تغير الوزراء نحن نشوف هنا أكبر مثال على ذلك وزارة الصحة كل شيء عندنا وزير لأن القاعدة عندنا ثابتة لم تتغير فلما يجي وزير لحاله إلى الوزارة ما هيقدر يسوي شيء لكن لما يجي كتيمة أو فريق عمل متكامل لقيادة قطاع معين وفق أحدث النظريات العلمية يبقى نحن الساعات نقدر نطور ونواصل التقدم طبعا بس إذا سمحت للتعليق معين يعني أمكان الميزانية التي صدرت للعام المالي الحالي ظهرت حقيقة بثوب وحلة جديدة بعيدا عن التقليدية الأبواب وهذا حقيقة أعتقد أنها نقطة إلى الأمام فيما يتعلق بالخصخصة أو بالتخصيص قد أتفق معك دكتور رادي لايفس دلويت قضية إذا تمت الخصخصة كما يجب حقيقة بضوابط أعتقد أنها ستكون ناجحة أتوجه حقيقة لضيفة أيلة المهندس أيلة في الدمام في حدود أرجوكي دقيقة أو كذا أو دقيقة ونص ما هي الفرص وانت ذكرت بعضها حقيقة التي من ممكن أن نفعلها وأن تعود بالنفع الاقتصاد في حل الدقيقة هو أنا أتمنى أن لا أسمع من أي وزارة بعد كذا كلمة متوسط أو متوسط الإنفاق أو متوسط الدخل أو متوسط عدد البطالة في أي منطقة أتمنى أن أسمع من إمارة المنطقات الشرقية عندنا هكذا من إمارة الرياض عندنا هكذا من إمارة من المحافظات جميعا حقيقة حتى نعرف الفرص الحقيقية في كل مملكة نحن نسكن قارة لا نسكن بلد كبيرة ومتنوعة الطبيعة ومتنوعة الموارد فكلمة فرصة جميعا بما أننا نتكلم عن تقنية وعن مواكبة العصر فهذه الفرصة تغير شهريا كل ربع كل سنة التخطيط البعيد المدى بالشكل هذا في تطور في هذا الوقت من العالم بتركيبة السكانية التي عندك التي تميل إلى التقنية وهي صغيرة السن لا أعتقد أنه سوف يساعدنا كثيرا نحتاج أن نكون خفيفين في الحركة وأن أنا أتفق مع وزارة الإحصال عندما تقول أنه الأسلوب عندها هو أن نأخذ مساحات ونعم الرياضيات لكن هذا لأنه عندهم هم أنظمة قديمة مضطرين يمشوا عليها وحتى يغيروها في فورتوكولات وفي محاكم نصب تحصل إحنا بلد جديد كله فرش ليش نمشي على أسليب قديمة إحنا عندنا أكبر يوم ما يكون سخطة جائزة لوزارة الداخلية أكبر قاعدة معلومات في العالم لماذا نمشي على أسليب قديمة لنستخدم ما عندنا على بركة الله المهندس عيلة الشدوي سيدة الأعمال معروفة من استودياتنا بالدمام شكرا لك سيدتي وشكر من وصول لسعاد الدكتور فهد معتلك وقت حقيقة أنا آسف الدكتور فهد بن جمع عظم الشورى والدكتور طارق كشك حقيقة أيضا الأكاديمي المحل المال المعروف وعضوها هي تدريس بجمع الملك عبدالي شكرا لك سيدتي كما شاهدتم حقيقة إنجازات رائعة قرارات رائعة لكن طبعا التحديات تبقى فيها التفعيل كما رسم لهذه القرارات ولا يزال حقيقة الاقتصاد السعودي لديه كثير من الفرص التي ممكن نستغل التعديل ما يعرض بالداونستريم والصناعات التحولية ونتمنى حقيقة أيضا التصريف في القرارات بأن نرى صناعة صنع في السعودية وكما قالوا الضيوفا لا تكون نستورد المواد إنما نستخدم موادنا من المملكة العربية السعودية وفما يتعلق طبعا بقطع المملكة العربية السعودية علاقاتها مع إيران قرار صائب دون عدنا الشكل لأنه خط أحمر التدخل في شؤوننا الداخلية المملكة العربية السعودية ولن يكون أي تأثير هناك يذكر على الاقتصاد السعودي لأنه في الأساس العلاقة الاقتصادية ليست تلك العلاقة الاقتصادية دمتم بواد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة